أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أهلا بكم معنا في برنامجكم خيركم خيركم لأهله نحن في هذه الحلقة نتناول موضوعا غاية في الأهمية وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا على إحاطة به لأنه أمر يتعلق بواقع معاصر سنتحدث اليوم عن صور معاصرة للزواج من المعلوم أن الزواج في الإسلام له شروط وله أركان معلومة واضحة يسيرة يتناول الإجاب والقبول بين الطرفين الزوج والزوجة ووجود المهر وولي الزوجة والشاهدان هذه كلها أمور معلومة في الشريعة وهو ما يسميه الإسلام الزواج الشرعي بعض الناس يريد الالتفاف على هذه الصورة الناصعة الواضحة التي تناولتها وتناقلتها الأمة بالقبول والتواتر من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمكن العهد أو القرن الماضي لماذا هذا الالتفاف حول هذا الزواج بصور جديدة معاصرة نسمع عنها الآن هل كل هذه الصور فاسدة لا تصح أم أن بعضها صحيح ولكنه يفتقد لبعض الشروط أم أن بعضها صحيح ولكنه لا يحقق الغاية والحكمة التي من أجلها شرع الإسلام الزواج سنتحدث اليوم عما يدور على ألسنة الناس من زواج المسيار والفرق بينه وبين الزواج السري ونتكلم عن الزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج المدني أو الرسمي أو الموثق سنتكلم عما يسمى بزواج المصياف وزواج فرند ونتكلم عن زواج الكسد أو زواج الوشم لعلكم تتعجبون عندما تسمعون لأول مرة بعض هذه الصور ولكنها واقع ولولا أنه واقع لما تحدثنا فيه المرأة في الماضي كانت هي السبيل الوحيد للرجل حتى يشبع رغبته وحتى يجد لقمة طيبة ويجد ولدا حسنا يستعبه في الدنيا وكانت المرأة حقيقة مهضومة الحقوق في الماضي قبل الإسلام وفي بعض الشرائع البشرية الوضعية وكان هناك من البشر مسلك همجي تجاه المرأة ولكن الإسلام جاء فكرمها وعززها وضمن لها حقوقها وصانها حتى لا تكون كلأا مباحا لكل أحد لذلك الزواج في اللغة معنى الاقتران زوج فلان بفلان أي قرنه وقال ربنا سبحانه وتعالى ويوم القيامة وزوجناهم بحور عيم والزواج كما يعرفه الفقهاء هو عبارة عن عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة كالوطء والمباشرة إذا كانت المرأة محلا لهذا العقد أو كما يعرفه أهل القانون عبارة عن رابطة بين رجل وامرأة ينظمها القانون أو العرف ويحل بموجبها للرجل أن يرتبط بالمرأة لتكوين أسرة وإنجاب ذرية الزواج الشرعي الحلال هو الزواج بإجماع الأمة الذي يتم حسب الشروط والأركام وهي باختصار حتى نكون على بينا من أمرنا عندما نستعرض هذه الصور الأخرى أول شيء الإجاب والقبول بين الخاطبين الرجل والمرأة صيغة الإجاب والقبول والأمر الثاني وجود المهر والأمر الثالث وجود ولي الزوجة وولي الزوجة ليس معناه الإجبار أو القهر أو الإكراه على الزواج ولكن حكمة وجود ولي الزوجة يعينها على حسن الاختيار وعلى الصواب في اتخاذ الرأي هناك الشهود وهناك الإشهار أو ما يسمى الإعلام دعونا نستعرض صورة صورة من هذه الصور المعاصرة زواج المسيار أولا ما معناه هل هو صحيح عقد صحيح أو غير صحيح هل نحن في حاجة إليه هل هناك ضرورات ودواعي تدعونا إلى هذه الصورة من صور الزواج كلمة زواج المسيار عبارة عن زواج عقد شرعي صحيح يتم بوجود جميع الأركان والشروط التي نص عليها الفقهاء وهو إيجاب وقبول بين رجل وامرأة وفيه المهر ووجود ولي الزوجة وهناك شهود على هذا العقد ويوثق في المحكمة الشرعية أمام المأذون أو أمام القاضي طب لماذا سمي بهذه التسمية؟ لأن المرأة تتنازل فيه عن بعض حقوقها ولها الحق في هذا تتنازل عن حقها في السكنة في المبيت في النفقة والرجل هو الذي يسير إليها لذلك سمي مسيارا الرجل قد يكون عنده كثير من الأسفار أو أشغال فهو الذي يسير إلى المرأة حيث هي في مكانها بعض النسوة قد تكون غنية عندها بيت وعندها مال ولكن تريد أن تعف نفسها عن الحرام وتقبل أن تكون زوجة ثانية وهي تتنازل عن بعض حقوقها أو أنها بين أهلها ولكن تريد العفة ولا يريدون أن يحملوا الزوج بعض هذه الأعباء فتتيسر السكنة والنفقة ولكن فقط هي تريد العفة والحصانة هذا بإجمال هو معنى كلمة زواج مسيار جاءت من السير الرجل هو الذي يسير إلى المرأة حيث هي وتتنازل عن بعض حقوقها يترى تنازل المرأة عن بعض هذه الحقوق يجعل هذا الزواج صحيح العقد صحيح طالما استوفى هذه الأركان والشرود في بعض الشروط الفاسدة التي قد يشترطها البعض وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يقولون أنه غير صحيح مثل أن يشترط أن لا يدفع مهرا أو يشترط أن لا ترثه إذا هو مات هذه شروط فاسدة يصح العقد مع فساد الشرط لأنها مناقضة لحكم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لأن الميراث نزلت فيه آيات وهي نصوص قطعية واضحة كذلك فيما تعلق بالمهر لا يصح زواج بغير مهر قال ربنا تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إذن المرأة في زواج المسيار تتنازل عن النفقة وتتنازل عن المبيت لا يبيت عندها قد يأتيها نهارا ولا يأتيها ليلا قد يكون عنده زوجة أخرى فيأتيها مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر وتتنازل عن النفقة لا تريد منه نفقة هذا بكامل حريتها واختيارها بعض العلماء قال أن هذا فيه امتهان للمرأة وليس فيه تحقيق للمعنى الكامل الشامل من حكمة الزواج وهو الأمان والاستقرار والمودة والمحبة والسكن بين الزوجين والذرية التي ستنشى كيف ستتربى بهذه القسمة الغير عادلة في الظاهر حينما يكون الرجل في مكان والمرأة في مكان كما أن المرأة لها حق أن يكون لها سكنة منفصلة والقوامة التي ذكرت في القرآن ذكرت لأن الرجل المنفق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا كان لاب يدفع ولا عنده بيت جهزه لهذه الزوجة ويأتيها كذلك ممكن مرة أو مرتين في الشهر أو مرة في الأسبوع طب أين العدل في القسمة هنا إذا كان له زوجتان يجب أن يقسم في العدل هنا وهنا بعضهم جعل علامات استفهام على هذا الزجل لكن بعض الفقهاء قال أن هذه حالة استثنائية لأن زواج المسيار قد يعالج بعض الحالات عندما المرأة تنازل بمحض اختيارها والتنازل سابت في الشريعة في حديث البخاري أن سودا بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فهي تنازلت عن ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها بمحض اختيارها فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت بذلك أن تنال شرف الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقي عليها ولا يطلقها وهي بذلك أم المؤمنين رضي الله عنها إذن المبدأ موجود وهذا ما جعل بعض الفقهاء يقول العقد صحيح وليس فيه امتهان للمرأة ولا لحقوق الإنسان بل يعالج بعض المشكلات القائمة إذن إذا قلنا أنه استثناء من الأصل فلا يجب أن يكون رخصة أو ذريعة لبعض الرجال حتى يستمتعوا ويجعل هذا الزواج مجرد متعة وتنصل من الواجبات والأعباء الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها إذن خلاصة الأمر أن زواج المسيار زواج صحيح شرعا مستكمل للأركان والشروط التي نص عليها الفقهاء وبالتالي الزواج صحيح وإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها بمحض اختيارها مثل النفقة والقسم في المبيت والسكنة إلى آخرين زواج المسيار نقطة ثالثة يحقق بعض الفوائد بالذات عذا كثرت العوانس أو الأرامل أو المطلقات فهذا يساهم في إعفاف كثير من هؤلاء النسوة ويعالج مثل هذه المشكلة المستفحلة والتي يمكن أن يكون هذا علاج لها نؤكد أيضا أن زواج المسيار له مساوئ كثيرة مساوئ وآثار سلبية على الأسرة وعلى الأولاد وعلى الأمة عندما يستغله بعض الناس للاستمتاع هذه صورة من الصور هناك ما يسمى بالزواج العرفي إيه معنى الزواج العرفي؟ الزواج العرفي يعني ما تعارف عليه الناس وتلقوه بالقبول وهو من المعروف الذي لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفصيل الزواج العرفي عبارة عن عقد شرعي صحيح مستوفي لكل الأركان والشروط ولكنه غير موثق رسميا عند المأذون أو في المحكمة الشرعية الزواج العرفي هو الزواج من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الماضي عندما بدأوا التوثيق إيه اللي دعان إلى توثيق الزواج رسميا عندما خربت بعض الذمم والنفوس فبعض الناس قد ينكر الزوجية ويقول هذه ليست زوجتي فإذا تحاكموا إلى القاضي كيف القاضي يسمع هذه الدعوة؟ قد لا يكون هناك شهود نظرا لاتساع الرقعة وكثرة الناس ويمكن بعضهم لا يعرف بعضا فإذا جاء رجل بعد عشرين سنة وقال هذه ليست زوجتي ليحرمها من المراث أو جاء الورثة وقالوا هذه المرأة لا نعرفها زوجة مثلا لأخينا أو لقريبنا كيف نثبت هذا؟ بدأ التوثيق في بدايات القرن الماضي وتحديدا في بعض البلاد بدأ هذا التوثيق سنة 1931 كما يقال أنه سمع الدعوة إنكار الزوجية فالقاضي لم يجد هناك دليل لماذا من هنا بدأ التوثيق؟ حتى إذا رفع الدعوة إثبات أو إنكار الزوجية يقول عندنا وسيقة رسمية طيب لو أنهم تزوجوا بغير توثيق الزواج شرعا صحيحا غير صحيح الزواج صحيح ولكن إذا اختلف الزوجان لا يسمع لهما عند إنكار أو إثبات الزوجية وهناك قضية الميراث قد تحرم المرأة من الميراث الأمر الآخر أن هذا الزواج إذا لم يوثق قد يتعرض صاحبه لعقوبة قانونية في بعض البلاد إذن توثيق الزواج أمر أمر به الشارع أمر به ولي الأمر وهو من الأمور التي تحفظ بها الحقوق للطرفين الزوج والزوجة إذن أصبح هذا الأمر واجب التطبيق والذي فعل غير هذا قد أثم بعصيانه لولي الأمر في أمر فيه طاعة لله تبارك وتعالى وفيه حفظ الحقوق إذن إذا نقول زواج سرعي هو مرادف للزواج الرسمي الموثق أو الزواج المدني ولماذا سمي بهذا الاسم لأنه تعارف عليه الناس وكان معروفا من قديم الزمان بالتواتر في هذه الأمة لماذا احتجنا إلى التوثيق حتى لا تضيع الحقوق نظرا لخراب بعض الزمان لماذا يلجأون للزواج العرفي بعض الناس قد يلجأ إليه كوسيلة للهروب مثلا إذا كان المعقود عليها صغيرة السن أو إذا كان يريد الزواج مرة ثانية دون أن يخبر الأولى فيلجأ إلى هذا الباب الخلف حتى يتزوج ولكن نقول له اتق الله في زوجتك هذه المرأة التي تزوجتها عرفيا دون علم أحد من الناس إذا حملت ألا تتعرض لألسنة الناس إذا أنجب الذرية وأولاد يريدون أن يفرحوا بأبيهم وأن ينتسبوا إلى أبيهم ماذا ستفعل؟ وإذا استطعت أن تخفي هذا لمدة شهر أو سنة أو سنتين هل تستطيع أن تخفيه أبدا الظهر؟ لذلك الأصل هو أن يوثق هذا الزواج رسميا حتى نخرج من كل هذه الإشكاليات ونحفظ كرامة المرأة وكرامة الرجل كما نحفظ البيئة الطيبة للذرية الطيبة التي نريد أن نفرح بها في هذه الحياة في صورة أخرى من صور الزواج منتشرة أيضا ويعني هذه صورة يمكن بعض الناس يسمعها لأول مرة وهي الزواج عبر الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية يعني الآن وسائل الاتصال الحديث الإسلام لا يحرم الحضارة والتطور ولكن هذه الوسيلة أصبحت وسيلة لتعارف الناس نظرا لاتساع البقاع وكثرة الناس وانتشارهم فيتعارفون بعضهم مع بعض ثم يتم الزواج عبر الإنترنت بالإيجاب والقبول وربما يكون بعض الشهود موجودين هذه الصورة من الزواج قد أنكرها كثير من العلماء وأخذ بذلك المجمع الفقه الإسلامي لماذا؟ لأن الزواج لا بد أن يكون فيه الإيجاب والقبول لفظا أن يسمع لفظا ومكان وزمان العقد يجب أن يكون واضح الأمر الآخر لا بد من إثبات هذه الواقعة ووجود الشهود قد لا نستطيع أن نحيط بكل هذه الثلاثة عناصر عبر الإنترنت عبر التعارف خلال الكمبيوتر أو الحاسوب لذلك الزواج رب العز سبحانه وتعالى سمى ميثاقا غليظا نظرا لخطورة هذا العقد وصيانة الأعراض والحرومات من أن تكون ميدانا للعبث والسخرية والاستهزاء أو أن يفتح باب الشر وعندنا في الشريعة باب سد الزرائع حتى لا يكون هناك ميدان للعابثين نقول امنعوا هذه الصورة من صور الزواج الزواج لا يكون إلا إيجاب وقبول لأن في إجماع بين الفقهاء أن العقد لا يصح بالفعل أو بالمعاطاة بالفعل يعني هكذا يشير هكذا أو بأي فعل من صور الأفعال أو بالمعاطاة يعطيها شيء يقول خذي طيب هذا الذي أخذته ما هو ونظير ماذا أين الإيجاب والقبول أين وجود المهر ووجود الشهود قد يظهرون على شاشة أو على صورة لكن تثار هنا الشبهات وبالذات في موضوع عقد الزواج هذا أمر خطير ومثاق غليظ يجب أن يكون بوضوح وأن يكون على طريقة شرعية بالأصول والأركان والشروط التي أقرها الإسلام هناك صورة نسمعنا وهي زواج فرند فرند في اللغة الإنجليزية معناه صديق لما ترجم هذا المعنى ترجم بترجمة خاطئة أنه زواج الأصدقاء ولكن في الحقيقة هو زواج ميسر الشيخ الذي أفتى واجتهد بهذه الفتوى كان في زيارة لبعض البلاد الغربية فقالوا له نحن نخشى على أولادنا في هذه البيئات فيها إباحية وينتشر فيها الرذيلة وربما أولادنا يقعون في محظور فماذا نفعل؟ هنا منتشر بوي فرند فقال لهم تلقائيا لماذا لا يكون زواج فرند ومن هنا أخذت هذه التسمية إيه معنى زواج فرند؟ يعني أن المرأة بين أهلها ويأتيها هذا الشاب أو هذا الرجل بعقد شرعي صحيح وإجاب وقبول وبمهر وعيود ولي الزوجة ويتم العقد ولكن السكنة تكون حيث محلة هذه المرأة إذن هذا الأمر هل يتحقق به العفة ويتحقق به الاستقرار والأمن النفسي الذي من أجله شرع الزواج في الإسلام وبالذات أن هيئة المفتين في أوروبا قالوا أن هذه الصورة لا تحل مشاكل الزواج في الغرب لأن الشباب في الغرب لا يجدون عناء في موضوع السكن قد يتيسر للزوج وللزوجة سكن إذن هذا لا يحل المشكلة بل يفاقم منها وبالذات إذا جاء الذرية وجاء أولاد أين سيجدون حنان الأم وعطف الأب؟ أين سيجدون القيم التي يمتصونها حتى يشب عليها في هذه الحياة؟ إذن هذه الصورة أنكرها كثير من الفقهاء والعلماء بل اعتبروا فيها إهانة للمرأة وضياع لحقوقها وعدم وجود الغاية من الزواج وهي التي ذكرها ربنا جل وعلا الأمان والسكان والمودة والألفة والمحبة هذا لا يكون إلا في التقاء قلبين وروحين على هذه الشعيرة وأنا أسميها عبادة لأن الزواج من سنن المرسلين وهو طاع نتقرب بها إلى الله جل وعلا في صورة أخرى لي الزواج المصياف أو الزواج السياحي هذا الزواج المصياف معناه الرجل يكون في سفر وعندنا صرطين قد يتزوج امرأة أثناء هذا السفر أو هذه السياحة إلى أجل معين إلى أجل مؤقت نقول هذا الزواج باطل طالما أنه دخل فيه التأقيد أو لم يكن فيه مهر لكن إذا كان في سفره أو في سياحته ووجد امرأة فعقد عليها عقدا صحيحا شرعيا بوجود ولي الزوجة والإجاب والقبول والمهر والشهود ثم استقام معها وأدامها معه وكانت معه حيث كان هذه صورة صحيحة من صور الزواج لأنه استوفت فيها كل الأركان والشرود أن الصورة الأخرى أبار عن زنا مقنع وهذه الصورة صورة قبيحة والنس قد يلتفون حول الحلال لإشباع شهواتهم في الحرام ويظنون أن الله لا يعلم ما يقومون به ولكن الله يعلم السر وأخفى صورة أخيرة وهي انتشر بين الشباب الزواج السري أو زواج الكسد كما شموا أو زواج الوشم يعني إيه زواج الكسد وزواج الوشم زواج الكسد لا يحتاجون إلى شهود ولا إلى توثيق ولكن يجيبوا شريط كل منهم يسجل أنه قد قبل فلانا زوجة وهي قبلته زوجا ثم كل منهم يحتفظ بصورة أو نسخة من هذا الشريط أو الوشم يطبعوا أو يكتبون على جلودهم أن فلان لفلانة طبعا هذه صورة شيطانية وصورة باطلة وغير صحيحة لأن كل أركان الزواج ساقطة وبالتالي فالزواج باطل ولا يعتد به الزواج السري هذا بعض الناس يخلط بين الزواج العرفي والزواج السري الزواج السري هو الذي يكون في السر بعيدا عن ولي أمر الزوجة وليس هناك شهود ولكن يجعلونه في الخفاء بين الرجل وبين المرأة كما يحدث بين طلبة الجامعات فنقول أن هذه الصورة من الزواج السري فاقدة لكل الأركان والشروط وهي باطلة والزواج بهذه الصورة غير صحيح لكن إذا كان الزواج بين الرجل وامرأة مستوفي لكل الأركان هناك ولي الزوجة وهناك الإجاب والقبول والمهر والشهود ولكنهم أخروا الإعلان قليلا نظرا لبعض الظروف التي تمر بها العائلة فلا حرج من هذا لأنه قد استوفى الشروط لكن الزواج في السر بعيدا عن ولي أمر الزوجة وأنا أنصح البنات وأنصح الأخوات أن هذه الصورة من الزواج تخدع بها المرأة وفي الحقيقة هو ليس بزواج ولكنه زنا مقنع والتفاف حول الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى بصورة من صور الحرام حتى يلبس الشهوة ثوب الحلال أو ثوب الطاعة وهذه صورة مبغوضة وصورة غير صحيحة والزواج لا يعتد به وهو زواج باطل هذه الصور أنا مررت عليها سريعا ولكن أردت أن أعرف بها حتى نعلم ما الذي لنا وما الذي علينا ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته